كتير فضية بعد ما الاهلي اعتذر عن المشاركة في بطولة الكأس فنادي المريخ بيبعت نادي الاهلي عشان يواجهه 7 يونيو في تكريم الكابتن حسام البدري احنا عارفين الكابتن حسام البدري كان تحمل مسؤولية ادارة نادي المريخ السوداني او كان المدير الفني لنادي المريخ السوداني وحصل معهم على بطولة الدوري قبل ما يرجع ويعود لمصر عن طريق امبي ومنه للاهلي يعني طبعا كل التوفيق ان شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة لكابتن حسام البدري كلام كبير الكابتن حسام بدري مكمل في النادي الاهلي او مش مكمل في النادي الاهلي نختلف نتفق الكابتن حسام بدري اسم كبير ابن من ابناء النادي الاهلي يفرق كتير مع النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله لو كان معهم الفترة الجاية الكابتن حسام البدري وحسام غالي الى المانيا الاحد للتأهيل حسام غالي بيطير لألمانيا ان شاء الله بإذن الله يوم الاحد المقبل الخضوع لفترة التأهيل هناك لمدة اسبوعين ويعود اللاعب بعدها للملعب زي ما احنا شايفين دي لقطات كانت حصرية وخاصة للملاعب اليوم زي ما احنا شايفين حسام غالي الحياة من لعيبة المكتهدة جدا سافر ثلاث مرات ألمانيا اعتقد ان دي اخر مرة حيرجع منها حسام غالي ويبتدي بعدها ان شاء الله باسبوع ان هو يشتغل بالكورة احنا شايفين الحياة يعني برضو يحسب لحسام غالي ان خلال الفترة دي محافظ على وزنه وانه انا شفت كذا مرة الحياة كان فت من لعيبة المحترمين جدا ونتمنى ان شاء الله